بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الزور في اللون حبيب قلبي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم والأطباق التقليدية الجزائرية بامتياز دايما دايما تعرفوني من عشاق أطباق الذكريات الجميلة وطباقنا التقليدية الجزائرية غانية غانية ما تخلاش اليوم حيندروا مع بعض طباق أفتت ولا تشبط ولا المفتت ولا كل واحد كيفش يعيد لوبان كاين يعني إجماع على زوج أطباق أفتت وتشبط روح نشوفوا مع بعض الوصفة اللي كما راكوا تشوفوا ما فيها والو فيها شوية تاع سميد رطب دو بخير فرنسي كون سميد رطب بش يعني ما يتعبناش برك هذا ما كان مزمان كانوا يدوروا بسميد موية ليكون كاين شوية تاع الملح والماء كاين يعني تاويل كاين سميد شباب دونك نديروا سميد شباب يكون نرطب نديروا محت المغير فاتع قهوة معمرة بالملح أنا درتقيس يعني واحدة رطلتها سميد ونلمها بالماء دافي الماتع الغوبيني على كل حال هنا لازم اللمو العجينة تعنا تكون يبسها يعني منلموها شطرية لازم تكون شادة روحا دونك كما راكوا تشوفوا راني حط الماء قدامي ورايحها غير بالعقل علش نخاف هدا سميد رطب نخاف يغلبني الماء وطرح مني العجينة با إذا كان عندكم سميد بزيادة معلش اكو تعاودوا تزيدوا له السميد ميدي فوا سميد يكون سوا سوا دونك لازم تروحوا بالماء غير بشوية حتى نتحصلوا على العجينة شادة روحا شوفوك فشاني غير مبل برك يعني نشمخ برك يدي كي حسيت العجينة تعيسي بونت لمتلي هايلك شوفوني اللمها برك مانيش حاني جنها جزت هكا باكي ما نقولو ندلك هادلكها خفيفة باش نطمع عجينتي ونتأكد انها شادة روحا دورك ما بقى لي غير راح نجيب انسا شي شمخ توم بالمسخون ونغطي عجينتي ونخليها تريح نروح نريح نخدم شغالاتي هنا بعد ما فاتوا سواي عليها نعاوت رجعت لها نلقاها تلقى تروحا جيني يعني سهلة في العجين من بعدها رايح نعجينها جيني بلو فاصيل على لو كان نعجينها دي غاك تهمه ندلكوها كما راكو تشوفو بلا من قطعوا العجينة هادي العجينة لازم ندلكوها كما عجينة كما عجينة الخفاف كما عجينة سفنج ندلكوها شوية قسمة يعني ترطابنا في يدنا ما حنسقوها بالماء ما حتى حاجة شوفو برك هي كيفاش مبعدها راح ترطاب يعني من العجين هادك منزلولها ووالو الماء دركة نقسم عجينتي على كوريات تحبو تديرو دي بول كبار تحبو تديروهم صغر انا نديروهم هكذا يعني تقول لكم درتوا واحدة رطلتة اسميد دونك جاتني كاتبول كبار هامليك نطمهم كويرات نشكلوهم هكذا ونعاود نغطيهم نخليهم يريحوا اذا قدرتوا تخلوهم يزيدوا ريحوا واحدة نص ساعة معلش اذا ما قدرتوش مش كامل مشكلة يعني حن نخدموه حلا بالحلال حن بدولو يقولو ونخدمو به نحلو العجينة تانا هاد يقولو لحقوتكم وصفتت افتت ولا تشبت كل واحد كيفاش يقولها في بجاية يقولولها افتت وفي جه تزوزو يقولها تشبت تكل بالمرقة تكل بالحليب السخون وش نقولكم وحد البنة اللي فيها شوفوا لي ما جربهاش رهراطة من عمرو كيما يقولك خسارة لازم تجربوا الوصفة التقليدية أنا مازال ما لقيتش وصفة تقليدية وما تعجبنيش أنا هادي مازال ما لقيتش بها شوفوا هنا بعد ما فاتت نص ساعة هدوك الكوريات بعد ما غطيتهم بيان سيغ بش ما يديروا ليش هدوك اللي في سيغ هدوك التشقوقات نبدأ نحكم هكذا بالوحدة وراني حطا هنا قدامي شوية الميزينة ولا نشا رايحا نفتح هكذا بالوحدة ذو كاكي اللي طيبوها بالوحدة وكاين يديروا وحدة ويفرشوا عليها شوية ما يزينة ويحلوا وحدة ويحطوها فوقها ويزدوا يحلوا يعني كيشغل طريقات على باتفيلو كيما البقلاء والسورية والتركية ممكن لكم يعني كامل الاختيار تقدرو تخدموا الطريقة لساعدتكم المهم تحلوها هي يبسة كيما هكذا حلوها رقيق يعني قد ما تكون فين قد ما تكون شابة راه هي غير سميد وماء وملح ما فيها لخميرة لا لا لجوغل حتى إش أمو حسينة لذلك نحلوها رقيقة ساديك خيب أرجيغيان كيما نقولو حنا ويطيبو شوفو زمن أمهاتنا وجدتنا شوفو أنا هنا جبتكم الطريقة كي تحلوها فرشو عليها نشاب كمية مليحة لفاصنت على باتفيلو وتزيدو تكونو حليته وحدة وخرى كيف كيف تخطوها فوقها هكذا تلسقوها شوية ومبعد تبدو تحلو زعما كيما نقولو حنا تضربو زوج دربات بدربها وحدة عصفوري بحجرة واحد اللي ما عندهاش لا باسيونس ولا ما تحبش هادل هاد طريقة تقدر تحلو بالوحدة ما كحتى مشكلة هاد طريقة راي بزاف مليحة بس كمم كي تطيبوها طيبوهم في زوج الافواء دونك حي تربحوا الوقت فهمتوني دونك كل واحد يدير الطريقة اللي عجباتوا دونك هنزيد نحلها على قدمة نقدر قدمة نرقيقهم كيما قلت لكم جيني مليحة وهدي هي طاجين هنا نحطيت طاجيني سخون طاجين المرايا كيما نقولوا احنا طاجين تالح ديد زمان كانوا يديروا في طاجين تالح ديد طاجين تالطين ما عندهمش كامل مشكل ناس زمان ناس زمان كانوا يخرجوا كانوا يخرجوا كما يقول لك دي موايان تخي 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 بازيك شوية سميد شوية عمو ملح مرقة إذا ما توفرتش المرقة بالشليب شوفو هان البلاقو تلكم مع زمان البرد يتكل ما شاء الله وعلى بالي هنا كيمزاف لحين يدخلوا لي في التعليقات ويبدوا يحكيونا الذكريات تحهم مع هاد الاطباق هادو سيدي بلا دو نوستالجي سيدي غوسات دو تيروار كما ركو تشوفو هامليك حليتهم زوج على أخطرة نوك ممكن طيبهم يطيبوا لي زوج على أخطرة نطيبهم هكذا على نار قليلة ما لازمش تخلوهم يتحرقوا ونقلبوهم على الجهة الثانية ومبعد واحدهم نقاهم يعني يتحلوا في الطاجين بخس كيمبيناتهم نشا شوفو قسمة يعني نشوفها نشفت برك نعاود نزيد نقلبها ونحركها حتى نتأكد انه لا باتعي نشفت لي ما لازمش الطيب لانها من بعد ان شاء الله احزي الطيب في المرقة ولا في الحلب شوفو هالي كيفاش انا هنا كملتهم كامل لك خيب أرجغي يمتعنا كيما يقول لك تشبت ولا افتت شوفو نخلوهم هكذا يبردوا ما نغطوهم احتى حاجة باش يعني باش ينشفوا ويبسوا باش هنا حنوجد المرقة كيما هكذا يفتتوها ويدروها في انسى شي ويخبوها كيما نخبو تشجوخها كيما نخبو البركوكاس وطعام وكيما يوجدلو المرقة انا اليوم حندلو مرقة سهلة مرقة ما فيها ولا حملة احتى حاجة حندل برك فيها مكعب مرق الخاروف موتون اللي هو حيزيد لي بزف البنة تاع هاد الوبلا انا استعملت جونبو البنة اللي تلمنا مكعب مرق الخاروف جي فيها واحد البنة كي نقول لكم تاع العرس وهيها كيما شفتو ما فيها حتى حاجة حطيت الماء يغلي حطيت بصلة قطعتها حطيت زوج حباته ماطيش قشرتهم وقطعتهم مرقيق وعندنا هنا شوية تاع تاب الراس الحانوت الامازاغي ولا القبيلي ولا تقدروا ديرو احتى راس الحانوت وديرو شوية تاع ففل عكري وإلا ديرو انا درته هنا ففل عكري ففل دريس مرحي اطلقوا واحد البنة وشو نقول لكم المهم دوكا هنزيد مكعب مارق الخارف جومبو اللي قلت لكم حيعطي له ذوق كأنكم طيبته بالغلمة كأنكم طيبته بمرصو تاع الغلمة ولو كي هو ما فيش لال حملة ججلة حتى حاجة كي ما راكوا تشوفوا يعطي له بنا يعني ما نقدروش ننكره ونزيد له مغرفة صغيرة يعني على رأس المغرفة تعطوه معطيش كونسيرف باش يعني يزيد لي شوية اللون اللي حب ما يديرش مي صدقوني حزيد له في البنة نخلط كلش وزيت لهم شوية تعزيد الزيتون ونغلق على كوكوت شوية الملح ما تنسوش نغلق على كوكوت ونخلي هاد المرقة تلبي لي وتختار لي هادو ما هادو ما شوفو كيفاش يبدو يبسو قلت لكم هادو ما نفتتوهم كامل أنا حنفتت قاعد الكمية نخبي منها شوية باش النهار تنفح لي يالو كان بشوية حلب نحطها في الحلب جبنينا بزاف مع ملح وففلك حلب تشبط بالملح بالحلب وإلا نحب نديرها بالمرقة المهم هاي لك أنا دوك نكملها كامل نديروها في كيس من قوماش خير دو بخيفرانس انساك ان تيسو كشغلة في تعم خدة يكون نضيف ما استعملتوش او دو خبو في هاد المعجانات اربطو هكدا بخيط وخبو في البلاكار هكدا الزمن كانوا يديرو مالينو يعني نقول لكم يعني يعطيكم نزيده على الانسيان كي ما زمان كان يديرو نخبوه ونجبدو بشوية او يابس ما تخافوا ويلو منو انا قلت لكم الكمية اللي تبقى حنفتتها ونخبيها اما هذه الكمية اللي فتتها شوفوا هي غير شوية ما يتخرج لكم امبلا هاي الاقتصادي ومبنين بزاف يعني فتحت هنا على كوكا تاعي شوفوا المرقة كيفاش اختارت وتبنت نحطوا عليها هادك افتات تانا ولا تاشبات تانا نحطوا هكدا يهبط عليها ومن كترش باش لانه علاش لانه هاد عجينا ورايح هاتتلق شوية هادك النشاء اللي كانت طيبة يعني به وهاتتلق شوية يعني هاتخترنا المرقة تانا هاكو تعرفوا العجين يعني يتنفخ في المرقة ولا حتى في الحليب كتديروها بالحليب يبقوا المرح وففلك حل يا سلام يا سلام وش نقول لكم على هاد البلا هاكو تشوفوا نقص عليه هنا كنت انا درت ففل دريس مرحي دونك اللي ما عندهاش دير راسة الحار نحن نرمو لها راسة الحار وش نقول لكم يتلق لها بالناس ينرمو لها راسة في فلقناوة يتلق بنا هيلة يعني هاد البلا نحب بزاف انه تجربوه ونحب بزاف ان ينهضر عليهم من قوة حبي لهاد الطباق التقليدية افتت صدرناه اليوم مع بعض كما كنتشوفوا طبق جزائري تقليدي امازيغي يديروه الناس بجاية تحياتي يعني تحياتي العميقة لناس بجاية ويديروه الناس بتيزي بزو قد كون كل جهة كيفاش يسموه ويتلقيمو عليه من الاطباق الجزائرية التقليدية انها تلمنا مع بعض ومع جنبو كما قلت لكم البنة اللي تلمنا راكوا تشوفوا الطبق رهواجد مع الزيت الزيتون هنا اللي حبت تدير يعني بالحمولة كما حبت هالطبق نديرو على طريقته ناس الزمن يعني يديروه هكذا للحمولة ججلة حتى حاجة راكوا تشوفوا المرقة كيفاش تجي خاطرة ويجي بنينا 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 كم يقولكم بنا وبناوين يا ربي ان شاء الله كل واحد فيكم كما يقولك تمنيت ما حضركم ان شاء الله تكونوا حاضرين معايا وتتقاسموا معنا هاد البلان معليش ان شاء الله في حضر الفرح ان شاء الله ان شاء الله تديروا هاد الطبق ان شاء الله تتمتعوا به وتتذكروا لي في التعليقات ذكرياتكم الجميلة على بل كل واحدة فيكم ولا كل واحد فينا راه يتفرج هاد الفيديو عندوا ذكريات مع هاد الاطباق التقليدية الجزائرية خلولي اطباق خلولي اعفوا خلولي تعليقاتكم اكتبوا لي فيها ذكرياتكم مع هاد الاطباق ونقولكم تحية اطباقنا الجزائرية ترافر وحدكم سلام سلام